بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء ربنا بعد سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أمة الإسلام بارك الله لنا ولكم في هذا الشهر ورزقنا وإياكم فيه القبول والتوفيق والسداد للصيام والقيام والقرآن وسائر العمل الذي يرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى وبعد أيها المباركون فمن رحام ببيت الله الحرام ومن جنبات البيت العتيق ومن قرب الكعبة المعظمة نتدارس هذه الليلة الشريفة المباركة ما ندبنا إليه أمة الإسلام من الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين ونجاة لمن آمن به من الموحدين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين وشفيعا في المحشر ومفخرا للمعشر أرسله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه والصلاة عليه والتسليم فقال في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال بعض أهل العلم ومن خواصه صلى الله عليه وسلم أنه ليس في القرآن ولا في غيره صلاة من الله على غيره فهي خصيصة اختصه الله تعالى بها دون سائر الأنبياء ولأن الليلة مباركة وهذا البيت الحرام مبارك ونحن أمة الإسلام أمة مباركة بديننا بكتاب ربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم واتخصصنا من بين سائر الأمم بهذا الفضل العظيم والشرف الكبير فإنه حق علينا أن نعتني بمواطن الشرف التي حبان الله تعالى بها ألا وإن لنا من نبينا عليه الصلاة والسلام من الشرف والفخر والمكانة العليا في الدنيا والآخرة ما خصنا الله تعالى به وإن ليلتكم هذه أيها الصائمون ليلة الجمعة حرية بأن تكون عامرة بمواطن الخيرات وكنوز الحسنات وما وعد الله تعالى به المؤمنين والمؤمنات من الأجر الكبير والخير الوفير من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر كما قال صلوات الله والسلامه عليه وإننا في هذه المجارس التي ستبث من رحام البيت الحرام منعقدة في هذه البقعة الطاهرة في هذه الليلة المباركة ليلة كل جمعة من شهرنا المبارك شهر رمضان لهذا العام سيكون لنا مدارسة مع سفر جليل وكتاب عظيم من الكتب والتراث العلمي الذي ورثه إيانا أسلافنا الأئمة العلماء فيما يتعلق بهذا المنجم من الحسنات والخيرات والبركات الصلاة والسلام على إمام الخلق ونبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام نتدارس كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم وهذا السفر المبارك والكتاب العظيم هو تتابع لجهود أهل العلم في إفراد التآليف والمصنفات في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بجمع الأحاديث الواردة فيها وفضائلها وذكر ما يتعلق بأحكامها ومواطنها وسائر ما يتعلق بذلك من المسائل التي تخص هذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألف أهل العلم في ذلك جملة وآفرة من الكتب التي أثرت ساحة العلم في شريعة الإسلام ومن أقدم ما بين أيدينا كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرش المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائتين للهجرة رحمه الله وكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي المالك إسماعيل بن إسحاق الجهضم المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين للهجرة رحمه الله تعالى وكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي عاصم أبي بكر أحمد بن عمر بن الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى سنة سبع وثمانين ومائتين للهجرة ومنها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ الأصفهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى سنة تسع وستين وثلاثمائة للهجرة وكتاب فضل الوضوء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل لا إله إلا الله لأبي حفص بن شاهين عمر بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة للهجرة كتاب الإعلام بفضل الصلاة على خير الأنام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لمحمد بن عبد الرحمن النميري الغرناط المالكي المتوفى سنة أربع وأربعين وخمسمائة للهجرة كتاب القربة إلى رب العالمين بالصلاة على محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي القاسم بن بشكوال خلف بن عبد الملك المتوفى سنة ثمانين وسبعين وخمسمائة للهجرة كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي موسى المديني محمد بن عمر بن أحمد الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وكذلك كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة رحمه الله هذه الكتب التسعة المذكورة آنفا كتب مسندة يروي فيها أصحابها العلماء الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدهم مسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قائله إن كان أثرا موقوفا أو مقطوعا وثمت كتب أخرى كثيرة وفيرة كانت غير مسندة تورد الأحاديث بالعزو إلى من أخرجها من الآئمة وذلك أيضا كثير وفير وهو حافل ومن أجلها أيضا كتاب الإمام بن القيم الذي نحن بصدد مدارسته في هذه المجالس المباركة ومن أشهرها كذلك كتاب الإمام السخاوي رحمه الله القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيعي صلى الله عليه وآله وسلم وجملة أخرى بالعشرات ورثها إيانا أئمة العلماء سلف الأمة رحمة الله عليهم أما كتابنا الذي نتدارسه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام المصنف ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه الذي لم يغب عن أهل العلم شأنه ومكانته وفضله ومنزلته ومكانته العلمية رحمه الله تعالى فإن كتابه العظيم كتاب جلاء الأفهام من الكتب التي لقيت استحسانا وثناءا من أهل العلم ومن ذلك كلام الإمام السخوي رحمه الله فلما ذكر قائمة من الكتب المصنفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها يعني كتاب جلاء الأفهام وقال أيضا وهو جليل في معناه لكنه كثير الاستطراد والإسهاب كعادة مصنفه وقد نقل عدد كبير من الآئمة العلماء عن هذا الكتاب كالإمام الحافظ بن حجر العسقلاني والسخاوي محمد بن عبد الرحمن والسفارين محمد بن أحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب بن القيم من أول الكتب المؤلفة في موضوع فضل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النمط والمنوال وأقصد أن عامة الكتب التي كانت سبقته كانت تقتصر على سرد الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز ذلك غالبا لكن بن القيم رحمه الله كما سيأتي الآن ضمنه مسائل وفوائد واستنباطات وأحكاما جليلا جودة الكتاب وحسن ترتيبه وتقسيمه كان أيضا مما يميزه من بين الكتب المؤلفة في هذا الباب كان مما ميز كتاب جلاء الأفهام أنه أبرز أوجه فضائل الخليلين الكريمين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وأهل بيتهما وهذا لا يكاد يجمع أيضا في كتاب كما حصل في جلاء الأفهام ثم إنه اعتنى كثيرا بالكلام على الأحاديث وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها تطرق رحمه الله وهو من أجل فوائد الكتاب إلى بيان معاني هذا الدعاء الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره فإنه اعتنى بها لفظة اللفظة بيان معنى لفظة اللهم ومعنى الصلاة ومعنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالخليل إبراهيم عليه السلام كل ذلك واشتملا على فوائد وحكم غزيرة جدا في ثنايا هذا الكتاب أيضا جعل في أبواب الكتاب مواطن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمع فيها جمعا عظيما مباركا في ما دونه العلماء في بطون كتب الحديث والفقه وسائر العلوم احتوى الكتاب على جملة وافرة من الفوائد من العلوم والمعارف في شتى الفنون في التوحيد والتفسير والفقه والحديث واللغة وعلومها وما يتعلق بذلك منثورا في أبواب الكتاب أيضا كان يتطرق إلى جملة من أسرار القرآن في ألفاظه في مفرداته وتراكيبه وما يتعلق بذلك من القواعد التفسيرية وتطبيقاتها هذا الكتاب العظيم وهذا السفر كان يعتمد على نصوص الوحيين الكتاب والسنة كان يعتمد كثيرا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيه سعة وشمول وهو أسلوب عرف به ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أما موضوع الكتاب وأبوابه فإن الكتاب مقسم إلى خمسة أبواب الباب الأول يتعلق بالروايات الواردة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جعل فيه فصولا أولها في من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حصرهم جمعهم ساق الروايات وخرجها في مضانها من كتب الحديث المسندة الفصل الثاني فيما ورد من ذلك من المراسيل والموقوفات يعني أحاديث ليست مرفوعة مسندة بل هي إما مرسلة وإما موقوفة من كلام الصحابة رضي الله عنهم أما الباب الثاني من الأبواب الخمسة فإنه يتعلق بشرح معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في عشرة فصول رحمه الله الفصل الأول معنى لفظة اللهم التي افتتح بها الدعاء الفصل الثاني في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الفصل الثالث في معنى اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفصل الرابع في معنى آله من الآل ومن أين اشتقت هذه الكلمة وأحكامها متطرقا إلى ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفضائلهن ومناقبهن وخصائصهن بدءا من أمنا السيدة خديجة بنت خويل رضي الله عنها وانتهاءا بأمنا السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين وتطرق أيضا لمعنى الذرية وكيف دخولها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفصل الخامس تطرق لذكر الخليل إبراهيم عليه السلام ثم تناول في الفصل السادس المسألة المشهورة بين الناس السؤال الذي يقول إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه السلام فكيف في الدعاء نطلب لنبينا صلى الله عليه وسلم من الصلاة مثل ما لإبراهيم نقول صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فأنت لا تطلب لشيء أن يكون مثل شيء إلا أن يكون أعلى منه والمفترض أن نبينا عليه الصلاة والسلام حاز الخيرية والفضيلة والإمامة للأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم أسهب في ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ورجح أنه طلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم كما سيأتي إن شاء الله الفصل السابع ذكر فيه فائدة لطيفة في أن المطلوب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأما في حق إبراهيم عليه السلام فالأحاديث الصحيحة اقتصرت على ذكر آله دون ذكر إبراهيم عليه السلام ثم في الفصل الثامن ذكر معنى البركة وبارك على محمد والفصل التاسع ذكر سر اختتام هذا الدعاء بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى إنك حميد مجيد ثم في الفصل العاشر ذكر قاعدة جليلة في الدعوات والأذكار وكيف إذا رويت بألفاظ مختلفة والموقف منها الثالث من أبواب الكتاب إذن كان الباب الثاني هو الذي أسهب فيه المصنف رحمه الله في شرح معاني ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أحرانا والله يا إخوة ونحن نستكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وآن وخصوصا ليلة الجمعة ويوم الجمعة التماسا للبركة وبحثا عن الأجر ما أحرانا أقول أن يكون إقبالنا على هذه العبادة باستشعار معانيها وإدراك أسرارها والتلذذ بما فيها من المعاني والحكم والأسرار فإنا تحمل خيرا كثيرا وأجرا عظيما وحسنات وبركات ستزداد عند استشعارنا لمعانيها الباب الثالث من الأبواب الخمسة في الكتاب أيضا يهمنا جميعا المواطن التي شرع لنا واستحب لنا أن نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب وهنا ذكر الإمام بن القيم رحمه الله واحدا وأربعين موطنا يشرع لنا أمة الإسلام أن نستكثر فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدئا بذكر أهمها وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلوات ثم انتقل في الباب الرابع وهو أيضا من أجل أبواب الكتاب والكتاب كله جليل حقيقة الباب الرابع في ذكر الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو سئل أحدنا وكلنا ذاك المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكلنا ذاك الراغب في كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لو سئل أحدنا ما الذي ترجوه من صلاتك وسلامك على النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي ترتجيه من الثمرات والليلة مباركة ولعل كل من يسمع ويتابع يكون هذا بعثا له على أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه فحوزوا من الخيرات والبركات لو سئل أحدنا ما الذي نرجوه ما الثمرات ما الذي نقطفه من الصلاة والسلام على إمام الهدى عليه الصلاة والسلام لربما استطعنا أن نعد فائدتين وثلاثا وخمسا وعشرا ابن القيم رحمه الله ذكر في الباب الرابع في الفوائد والثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعين فائدة وثمرة تحصل للعبد إذا صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم الباب الخامس وهو آخر أبواب الكتاب ذكر فيه المصنف رحمه الله مسألة وهي الصلاة على غير النبي وآله صلى الله عليه وسلم تسليما ما حكمه هل يصلى على آل النبي عليه الصلاة والسلام بانفراد عنه صلى الله عليه وسلم فصل في الجواب واستقصى أدلة العلماء رحمه الله تعالى وبين فصل الخطاب في المسألة وبه ختم الكتاب بأبوابه الخمسة التي سمعتم الكتاب حقيقة سفر جليل حافل بهذه المعاني والمسائل التي سمعتم قبل قليل ولأننا سندرك أربع ليالي جمع إن شاء الله تعالى بدءا من هذه الليلة خلال شهرنا المبارك هذا شهر رمضان فإننا لن نقرأ الكتاب بأكمله فذلك متعذر لكننا سنخص في كل ليلة من ليالي الجمعة شيئا من الفوائد مرورا على الأبواب الخمسة للكتاب أن ننتقي فيها ما نشعر أننا بأمس الحاجة إليه ولا يحسن بنا جهلهم وأن يكون عندنا من الدراية بمضمون هذا الكتاب في الجملة ما يجعلنا واقفين على جل فوائده على المقصود من مسائله وأن يكون هذا حافزا لكثيرين منا على الرجوع إلى الكتاب واقتنائه ومطالعته فإنه والله يقطر علما وكثير فوائده وجمة مسائله وهي مما تقودنا ولا شك إلى العلم والدراية والإلمام بمسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأبتدئ في هذا المجلس وإياكم بقراءة مقدمة المصنف رحمه الله تعالى للكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله تعالى هذا كتاب سميته جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أبواب وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافية ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اجتمل عليه من الحكم والفوائد ثم في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحال لها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله إن حقيقة ما في هذا الكتاب يتجاوز الوصف المختصر نظرا إلى غزارة فوائده وإلى امتلائه من المسائل التي تتعلق بهذا الباب ابتدأ رحمه الله تعالى فقال باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم قال والسلام كما قد علمتم الحديث أخرجه الآئمة أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه ولأحمد في لفظ آخر نحوه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا فكانت الرواية في سؤال الأخص بما يتعلق بكيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ابتدأ بهذا الحديث وهو أصل في الباب حديث أبي مسعود في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغتها قال رحمه الله الكلام على هذا الباب في فصول الفصل الأول في من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنه في ظنكم أحبة الكرام كم تعداد الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين وردت عنهم الرواية في أحاديث صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وروايتها عنه صلى الله عليه وسلم ليسوا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين هم فوق ذلك بكثير يقول رحمه الله في من روى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عنه رواها أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وكعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة ويقال بن خارجة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وسهل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضالة بن عبيد وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وعامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب ورويف بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أوف وأبو أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود وأبو بردة بن نيار وعمار بن مالي بن ياسر وجابر بن سمرة وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف ومالك بن الحويرث وعبد الله بن جزئن الزبيدي وعبد الله بن عباس وأبو ذر وواثلة بن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير وهو من البدريين وحبان بن منقذ رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء يتجاوزون أربعين صحابيا إلى اثنين وأربعين رضي الله عنهم جميعا فيهم الرجال والنساء فيهم السابقون والمتأخرون فيهم الصغار والكبار هذه الوفرة في عدد الصحابة الرواة لأحاديث صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على أمور كثيرة أهمها هذه الكثرة الوافرة في الأحاديث إذن هي عبادة جليلة كثرت فيها النصوص الشرعية وهذه الصفة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن غموضا ولا سرا ولا إبهاما بل كانت تعليما مشاعا وكانت صفة يتلقاها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي من الكثرة والوفرة بمكان إذن كان الصحابة يحرصون على ذلك يهتمون بذلك يسألون يستمعون ينقلون تلك الصلاة إلى الأجيال من بعدهم إلى الأمم ما أحرانا والله أن نبث هذا المعنى كما بث بينهم رضي الله عنهم أن نشيع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصفتها والسؤال عنها وتعلمها وتعليمها كما شاع عندهم رضي الله عنهم وبينهم فإنهم والله كانوا على الخير أحرص وكانوا إلى الفضل أسبقا وكانوا في هذا الباب أئمة هدى لنا ونحن بهم نقتدي نحن نحتاج إلى أن ننبعث ونبعث في بيوتنا وأسرنا بين أزواجنا وأولادنا في الأمة جميعا أن يوصي الكل الكل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالدلالة على هذا الباب الكبير من الخير والأجر العظيم فإنها والله بركة كلها وخير كلها ورحمة كلها لأن الله جاعل في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخيرات والحسنات ما هو رجاء كل مؤمن وما هو أمنية كل مسلم وما هو منتهى الصالحين في هذا الباب الكبير من الأجر العظيم ثم ساق رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث والروايات ذاكراً فيها الطرق وتكلماً فيها على ما يتعلق بها من صنعة المحدثين تفصيلاً في نقد بعض الرواة وتعليل بعض الطرق والحديث عن المتابعات والشواهد وذكر تعقبات الآئمة الحفاظ ونقد الآئمة نحن لسنا بحاجة تفصيلية إليه وهو بأهل الصنعة من طلبة العلم أهل الحديث أخص وأقرب لكنه باب كبير جليل عظيم فيه مختلف الروايات والأحاديث التي تتعلق بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصيغتها وفضائلها ومواضعها كذلك في وفرة وافرة وروايات متعددة أخذت من الكتاب حيزاً كبيراً ثاني أبواب الكتاب وبه نقتصر على مجلس الليلة لنترك ما بعده في المجالس المقبلة إن شاء الله وهو الباب الكبير المتعلق بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل ووجه تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليه السلام يعني لماذا الخليل إبراهيم عليه السلام خاصة قال وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد والمجيد ولماذا لم يذكر غيرهما من أسماء الله في هذا المقام في هذا السياق فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسم محمد صلى الله عليه وسلم فهذه عشرة فصول كما تقدم في صدر هذا المجلس هذا الباب الكبير سنأتي عليه بانتقاء بعض فوائده والوقوف عند معظم مقاصده والاستفادة من جل ما أورده فيه رحمه الله وليس قراءة تفصيلية لما جاء فيه قال الفصل الأول في افتتاح صلاة المصلي بقوله اللهم ومعنى ذلك فإننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي أيضا تقال في دعواتنا اللهم ربنا آتنا كذا اللهم إنا نسألك العفو والعافية لفظة اللهم يقول رحمه الله لا خلافة أن لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل يقال اغفر لي وارحمني ثم ذكر اختلاف النحات في الميم المشددة من آخر الاسم فقال سيبويه زيدت عوضا من حرف النداء يعني بدل أن تقول يا الله قال اللهم ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما بين يا النداء والميم في الاختيار فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم ثم ذكر أيضا خلاف النحات في معنى الميم وتقديرها وما يتعلق بالتفاصيل النحوية الدقيقة في هذا الباب واستشهاداتهم وهي فوائد نحوية دقيقة جليلة تتعلق بوجه خاص بهذا الباب من النحو وما يتعلق به من مسائل تخص طلبة العلم الراغبين فيه الفصل الثاني في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا نقصد بقول اللهم صل على محمد ما هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما المراد بها والمقصود منها قال أصل هذه اللفظة في اللغة الصلاة يرجع إلى معنيين أحدهم الدعاء والتبريك والثاني العبادة يعني الصلاة العبادة المعروفة أو الصلاة بمعنى الدعاء والتبريك فمن الأول يعني الصلاة بمعنى الدعاء قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني أدع لهم فإن دعاءك سكن لهم وقوله تعالى في حق المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في الصحيح إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي قال ابن القيم فسر بهما فقيل فليدع لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله قال رحمه الله وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع فمن عبد فهو داع ومن سأل الله رافع عن يديه فهو داع فالدعاء عبادة والدعاء مسألة أيضا وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إما بمعنى الدعاء الذي هو الطلب أو بمعنى الطاعة أي أطيعوني أثبكم وأوسلوني أعطكم وبه فسر أيضا قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان إما بمعنى أجيب دعوة السائل إذا طلبني أو أجيب وأقبل طاعة الطائع إذا عبدني والصواب قال أن الدعاء يعم النوعين وهو من المتواطئ لاشتراك فيه وبين ما يتعلق بذلك قال بعدها فصل هذه صلاة الآدمي الصلاة من الآدمي إما أن تكون بمعنى الدعاء أو العبادة المعروفة قال هذه صلاة الآدمي وأما صلاة الله سبحانه على عبده فنوعان عامة وخاصة أما الصلاة العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ومنه أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على أحد المؤمنين من الصحابة كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى فإن هذا أيضا بمعنى الدعاء وهو أيضا داخل في هذا المعنى الصلاة من الله صلاة عام على عباده المؤمنين بمعنى الرحمة وفي حديث أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وسنده صحيح وسيأتي ذكر هذا النوع من معنى الصلاة على غير الأنبياء إن شاء الله تعالى النوع الثاني من صلاة الله على عبده قلنا نوع عام بمعنى الرحمة النوع الثاني من صلاة الله على عباده نوع خاص هو صلاته جل جلاله على أنبيائه ورسله خصوصاً على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهنا كلام أهل العلم ما معنى الصلاة من الله على الأنبياء إذن فهمنا أن الصلاة العام على العباد هي الرحمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته بمعنى الرحمة لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء صلاة خاصة من الله على صفوة خلقه والأنبياء والرسل فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال قال المصنف رحمه الله وهذا سيكون خاتمة مجلسنا اليوم إن شاء الله القول الأول أنها رحمته يعني بمعنى الصلاة العامة التي هي لكل العباد وذكر من ذلك قول الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء وقال المبرد أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين القول الثاني أن صلاة الله بمعنى مغفرته وأورد قول الضحاك والذي يصلي عليكم قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء قال ابن القيم وهذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان ضعف تفسير الصلاة الخاصة من الله على الأنبياء والرسل بأنها رحمة أو بأنها مغفرة قال لي وجوه وذكر وجوها كثير أقتصر على أهمها قال منها أن الله فرق بين صلاته على عباده وبين رحمته في مثل قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالصلاة ليست هي الرحمة قال رحمه الله عطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغيرهما هذا أصل العطفي الوجه الثاني أن صلاة الله الخاصة بالأنبياء والرسل وعباده المؤمنين هذه خاصة من الله للأنبياء والرسل وأهل الإيمان قال أما رحمته سبحانه فتسع كل شيء إذا ليست الصلاة مرادفة للرحمة رحمة الله تنال المسلم وغير المسلم لكن صلاته أخص فلا تكون إلا لأهل الإيمان قال الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها فمن فسرها بالرحمة فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها ثم قال الوجه الثالث في تضعيف هذا القول أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين واختلف السلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال فدل على الفرق بين الصلاة والرحمة ثم قال الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر وأسقطت الوجوب إذا قلت اللهم ارحم محمدا وآل محمد هل تكون مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام إن قلت لا إذا ليست الصلاة هي الرحمة الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه لا يقال إنه صلى عليه بل يقال إنه قد رحمه إذن فالصلاة ليست هي الرحمة الوجه السادس أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد في قلبه رحمة ولا يلزم من ذلك الصلاة عليه الوجه السابع أن الصلاة لا بد فيها من كلام لأنها ثناء من المصلي على من يصلي عليه وتنويهم به وإشارة لمحاسنه ولهذا قال أبو العالي صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة وذكر أيضا أن صلاة الله ثناؤه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الوجوه أن الله فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه الصلاة لا يجوز أن تكون بمعنى الرحمة لكنها الثناء من الله سبحانه والثناء من الملائكة ولا يقال هنا الصلاة لفظا مشترك يستعمل في معنيه معا وذكر سبب ذلك المنع وأطال فيه النقاش رحمه الله تعالى الوجه التاسع أن الله أمرنا بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه سبحانه وملائكته يصلون عليه والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نادكم ببركة رسالته ويمني سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم فينقص اللفظ والمعنى لأن التقدير يصير إن الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الآية قطعة بل الصلاة المأمور فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته ما هي إذن؟ قال هي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمل الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لأنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكره والمحبة لذلك من الله ولأنه سمي منا صلاة لأننا نسأل الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وصلاتنا نحن سؤالنا الله أن يفعل ذلك به وضد هذا في لعنة أعداء الله فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد كما قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فإذن ليست الصلاة هي الرحمة كما رجح المصنف هنا رحمه الله تعالى ورجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من الملائكة هي الثناء عليه في الملكوت الأعلى هي إظهار مناقبه هي ذكر محاسنه هي الإشادة به رفعة مكانته وصلاتنا نحن سؤالنا الله عز وجل أن يزيده من هذا الثناء والشرف وأن يزيده من رفعة القدر لأن رفعته عليه الصلاة والسلام رفعة لأمته لأن مكانته عند الله شرف لأمته لأن الحظوة والمنزلة والحفاوة والإكرام التي ينالها صلى الله عليه وسلم فإن أمته تشرف بذلك وتكون تبعا له في كل خير وباب وهو عليه الصلاة والسلام القائد لها إلى كل خير وفضل ومنقبة فصلى الله سلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتم سلام وكذلك دل على هذا المعنى قوله من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا وكذلك قوله إنه من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرا فهذا الجزاء من جنس العمل صلاة الله على المصل على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء لصلاته عليه ومعلوم أن صلاة العبد على النبي عليه الصلاة والسلام ليست رحمة من العبد حتى تكون صلاة الله عليه من جنسها صلاة العبد على النبي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا كرام والتفرح قلوبكم والتهنأ نفوسكم وتطيب بها وتسعد قال فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه فصح بذلك ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له كما دلت على ذلك عموم النصوص الشرعية في الجزاء من جنس العمل ووجوه أخرى كثيرة أطال بها المصنف رحمه الله تعالى في تبيين معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنها بمعنى الثناء من الله عز وجل وسؤالنا نحن الثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يزيده الله في هذا الباب تشريفا وتعظيما وإجلالا ومكانة رفيعة صلوات الله وسلامه عليه أيها المباركون تم مجلسنا الليلة لنكمل ونواصل ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى مغتنمين بركة هذه الليلة وشرفها وخيراتها ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع بركة هذه الليالي الفاضلة ليالي رمضان وما فيها من الخيرات الحسان فتجتمع البركات لنا من كل الوجوه بركة الليلة وبركة الشهر وبركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا ليلتكم هذه ليلة الجمعة عامرة حافلة عاطرة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأحيوا بها قلوبكم قبل ألسنتكم أضيءوا بها دنياكم بيوتكم مساكنكم حياتكم صحائفكم ثقلوا بها موازينكم يوم القيامة كالغيث أحيى الله به دنيانا واستبشرت بحديثه أرجانا صلوا عليه وسلموا واستلهموا من هديه ما يسعد الإنسان فاللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتمها وارزقنا يا رب بالصلاة والسلام عليه أعلى المقامات وأسنى الدرجات وكفر بها عنا السيئات وضاعف لنا الحسنات وفرج عنا بها الكربات نسألك ربنا وأنت الحي القيوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام أن ترحم البلاد والعباد اللهم فرج الغمة وارحم الأمة وأذن سبحانك وبحمدك بقدرتك وعظمتك لهذا الوباء أن يزول عن الأمة وأن ينكشف ما أصابها من الضيق فإنك يا ربنا وأنت الكريم المنان قادر على كل شيء ورحمتك وسعت كل شيء فنسألك ربنا أن ترحمنا وأن تغيثنا فإنك أنت الملجأ والمستعان والملاذ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن نسألك ربنا بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل أجب اللهم دعاءنا وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يا رحمن يا رحيم سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر